أحمد مازهر مولود 8 أكتوبر 1917 وتوفيه 8 مايو 2002 ممثل مصري يولقب بفارس السينما المصرية تخرج من الكلية الحربية عن 38 مع الرئيسين أنور السادات وجمال عبد الناصر ثم بعدها اتحق بسلاح المشاء ثم انتقل لينضم لسلاح الفرسان والتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية قائد مدرسة الفروسية كان دفعة جمال عبد الناصر وأنور السادات شارك في حرب فلسطين عام 48 ثم تفرغ للتمثيل فأبدع وطرق تراصا كبيرا من فن الزمن الجميل دي صورة إسكرية تجمع صلاح السعداني وأحمد مظهر وناديا كيندي وزيزي البدراوي وإبراهيم خان كلهم نجوم أحمد مظهر الله يرحمه كان فنان قدير كان للفنان أحمد مظهر أخت شقيقة تعمل أيضا في مجال الفن تدعى فاطمة مظهر وقدمت الكثير من الأعمال الفنية لكن لم يجمعها أي عمل مع شقيقها أحمد مظهر دي فاطمة مظهر برضو نجمة مشهورة ومعروفة بس كتير ما يعرفوش أن هي أخت أحمد مظهر وهي من موليد 2 يونيو 1943 وأصغر من أخيها ب 26 سنة وتخرجت في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحي وقال موقع أصحاب للأبد لحفظ التراث أن عملها بالفن لم يكن محل موافقة من أخيها الأكبر أحمد مظهر الذي تولى تربيتها وكان حريصا على مستقبلها التعليمي خاصة أن فاطمة تمسكت بدخول عالم الفن خلال دراساتها الجامعية وهو ما رفضه أحمد مظهر بشدة رفض مظهر لم يجعل فاطمة تتخلى عن رغبتها في العامل كفنانة لكنها استطعت أن تدرس وتعمل معا وفرح أحمد مظهر بعد روياته وأخته ناجحة في الدراسة رغم عملها بالفن وقدمت فاطمة مظهر ما يقرب من أربعين عملا فنيا ومنهم مسلسل القاهرة والناس عام واحد وسبعين وفيلم شياطين البحر عام اتنين وسبعين دي فاطمة مظهر نجمة مشهورة ومحبوبة عملت حوالي أربعين عمل فن ما بين مسلسلات وأفلان مع رشدي أبازة بصورة نادرة لها فرق بينهم ستة وعشرين سنة وتوفيت مؤخرة وقالت فاطمة مظهر عام اتنين وسبعين أنها عرفت أن أخيها كان محقا حين حاول منعها من التمثيل قبل الانتهاء من دراساتها حرص الفنان الروح الأحمر مظهر منذ بداياته الفنية على إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء حيث كان يريد إبعاد أبنائه عن اللغة اللغة الدائر بالوسط الفني هنا صورة نادرة مع مراته وعياله زي الأمر دي صورة تانية نادرة برضو اللغة في التواسط الفني ما بين إشاعات وخلافات شخصية وفنية لذلك أقام علاقات صدقة بعدد محدود من زملية ولم يظهر في العديد من المناسبات الاجتماعية دي صورة تانية يزوجته معه وعياله وبناته جمال فعلا ولم يعرف على وجه الدقة عدد زيجات مصر كما أنه لن يظهر مطلقا مع زوجته وأبنائه إيمان وجهام ورهام وشهاب إلا في عدد نادر من الصور دي الصورة نادرة اللي ظهر معهم ومع مراته كانش بيحب يظهر معهم في الحفلات ومن المواقف التي هزت الفنان أحمد نظهر يوم قامت الصورة المصرية يوم 23 يوليو عام 52 كان هو أحد الزباط الأحرار ولم يكن قبلها موجودا في مصر بل في هانسكي عاصمة فنلندا للمشاركة في دورة العلعاب الأولمبية عام 52 إلا أنهم قاموا باستدعائه بشكل عاجل للمشاركة في الصورة كان الزباط الأحرار كثير معرفوش المعلومة دي وأيضا يوم بكى بحرقة على الشاشة وهو ضيف على مفيد فوزي في بنامجه التليفزيوني وتعاطف معه الناس جميعا واتصل وقتها حسني مبارك بوزير الإسكان والمرافق ومحمد إبراهيم سليمان يسأل هما عن مدى إمكانية إجراء تعديل لتفادي نزع نصف أرض فيلا أحمد مظهر وتم عمل جراسة وراء المهندسون تعذر إجراء تعديل لأن الابتعاد عن الفيلا يستلزم إجراء الحراف بالطريق 20 متر ناحية الإسكندرية مما سيتسبب بالتأكيد في وقوع حوادث وعرضت الحكومة على أحمد مظهر وقتها تعويضا ماليا بمبلغ كبير من الجزء المستقطع من الفيلا لكنه رفض التعويض وقال إن الأشجار النادرة التي تم اقتلاعها لا تعوض بمال ثم إن الفيلا نفسها تشوعت لأنها أصبحت بحديقة صغيرة وكان يقضي أيامه الأخيرة فيها ويستمتع مع أحفاده بما تبقى من عمره داخلها ومع ذلك ظلت الأحزان تلاحقه وأصيب بأكثر منه بتغناء حتى فارق الدنيا يوم 8 مايو عام 2002 الله يرحمه أنا مع فاتر حمامة من دراتورية مين تاخده مصطفى بدأ أحمد مظهر عملها بالفن حينما قدمه زكي تلايمان في مصرحية الوطن عام 48 ثم دخل عالم الفن السينمائي من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليقوم بدور في فيلم ظهور الإسلام عام 51 بعدها رشه يوسف السباعي لبطولة فيلم رد قلبي عام 52 وقد حقق هذا الفيلم نجاح كبير قرر بعدها مخرجه السينما أن يستثمروا نجاح هذا النجم ثم تواصلت رحلة أحمد مظهر على شاشة السينما بعد أن خلع ملابسه العسكرية عام 56 حيث استقال بردبة عقيد وعمل سكرتيرا عاما بالمجلس العالى لرعاية الفنون والآداد إلا أن تفرغ عام 58 للعمل في السينما وأصبح نجما سينمائيا بارزا لعل أبرز أدواره على الإطلاق هو دور صلاح الدين الأيوبي الذي يمثله في فيلم الناصر صلاح الدين وبرعه في جميع الأدوار التي أسندت إليه من كوميدية مثل فيلم الجريمة الضاحقة ولصوص لكن زرفاء وكذلك فيلم الأيدي النعيمة حيث لعب دور الأمير العاطل باقتدار يدل على انتمائه لطبقة أرستقراطية وفيلم رد قلبي في البدايات حيث لعب أيضا دور أمير كان فنان مبدع وقدير من أحمد مظهر وصلاح جهين ومجموعة من أصدقائه وقد قام بتمثيل فيلم أجنبي عالمي مع الفنان بيتر جريفز صاحب أشهر مسلسلات السينما الأمريكية مهمة مستحيلة وكذلك الممثل العالمي كاميرون ميتشيل وشاركوا من البطولة الفنان المصر الشاب مع عمر سام ومجدي وحبة وتدور أحداثه في بدايات القرن العشرين والبحث عن البطول وهذا الفيلم من إنتاج المنتج العالمي توني زارن داست اسم الفيلم جانز اند زفري لو أعجبكم الفيديو ريتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة